قيمة نادي الزمالك لمواجهة فيوتشر النهاردة اللاربع في الدولة الممتازة هتكون كالتالي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود حمد الوينش ومحمود علاء ومحمد عبدالغاني ومحمد عبدالشافي ومحمد فتوح وحاز إمام ومحمد المسلوسي عبدالله جمعة وفي خط الوسط إمام عشور ومحمد أشرف روقة وماجد هاني ويوسف أوباما وإسلام جابر وحمد سيد زيزو ومحمد ونجم محمود عبدالرازق إشكبال وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيو في الهجوم عمر السعيد وسيف الجزيري كالعادي قلنا من يومين إن أمير عزمي جاهد ومتح عبدالله هادي متضايقين من طريقة الإعلان عن رحلهم من الجهاز الفني للفريق الأول الساعات اللي فاتت مجلسات نادي الزمالك كان قرر يراضي أمير عزمي ومتح عبدالله هادي بتعينهم بمدربين أو كان مدربين في قطاع الناشئين المفاجأة إن أمير عزمي رفض يتولى أي منصب في قطاع الناشئين واعتذر لمسؤولي الزمالك ده موقف أمير عزمي مجاهد من تولي منصب في قطاع الناشئين هو شايف إنه بدأ حياته كمدير فني وبدأ يبقى مدير فني أو مدرب عاما أو مدرب مساعد بس هو مش عايز يكمل فيه كقطاع ناشئين يعني مش عايز يشتغل في قطاع الناشئين عايز يشتغل دايما في الفريق الأول طيب